اشتركوا في القناة حزب الدعوة الحاكم في العراق اللي هو القوة الرئيسية في حكم العراق من عام 2003 إلى حد الآن أصدر بيان من ضمن هذا البيان فقر يقول بالنص يقول ندعو إلى الدفاع عن النظام السياسي الذي يمتد بعروقه إلى ثورة العشرين الكبرى ندعو إلى الدفاع عن النظام السياسي النظام الحاكم طبعا والحكومات من عام 2003 إلى حد الآن عملية سياسية أصدر وكل ما فيه هو هذا النظام السياسي وخاصة الآن في حكم الميليشيات حكم الإطار التنسيقي ندعو إلى الدفاع عن النظام السياسي الذي يمتد بعروقه إلى ثورة العشرين الكبرى الله أكبر يعني هو السؤال اللي يطرح نفسه عندما تقولون أنه هذا النظام السياسي يمتد بعروقه إلى ثورة العشرين يعني هو يمثل بعض مبادئ أو مبادئ ثورة العشرين أو وجه من أوجه ثورة العشرين والناس اللي يبيب عروقهم وانتماءاتهم هم أبناء ثورة العشرين طيب يجب أن يجاوبون على السؤال كيف يعني كيف يرتبط هذا النظام بعروقه في ثورة العشرين ما الذي يربط هذا النظام السياسي الذي دمر العراق منذ عام 2003 لحد الآن بثورة العشرين خليوا يقولون بالمقارنة خلينا نقارن النظام من عام 2003 وثورة العشرين عندما قامت عام 920 وعشرين العام النظام من عام 2003 الحكومات المتعاقبة خطاب طائفي تفريقي كان الخطاب في ثورة العشرين خطاب جامع خطاب وطني خطاب عبر للطائفية هاي واحدة كل اللي بالعملية السياسية وكل النظام السياسي ما يمثله من عام 2003 لحد الآن هو فساد ودهب وقتله دماغ كل القوى التي شاركت في ثورة العشرين كانت قوة نزيهة حريصة على المال حريصة على سمعة العراقين حريصة على سمعتها وشرفها هاي النقطة الثانية هاي بعض النقاط النظام الحاكم من عام 2003 لحد الآن نظام فئوي ميليشياوي بلا قيم واقع الحال هذا يقول وصراعات ومصائب وكلام لا يقبل ومصائب ذبوها وأزمات ورميت على العراقين مئات الآلاف من الأزمات طيب إن شكل العشائر التي قامت والناس والقوى الوطنية والحركة الوطنية التي قامت في ثورة العشرين هي قوى شعبية تدافع عن القيم الأصيلة سواء بالعشيرة سواء بالفردية سواء الإنسانية سواء الأخلاقية سواء الوطنية وبالتالي تحت العراقية في الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق من عام 2003 لحد الآن كانت الرايات الصغيرة هي الأساس يتحدثون لك برايات طائفية رايات مناطقية رايات شخصية بينما في ثورة العشرين كانت الراية الأساسية هي راية وطنية راية العراقيين كلهم وبدليل أن الثورة قامت في الديوانية وبالنجف وبالكربلة وبالرمادي وببغداد وبديالة وبتكريت وبالموصل وبالشمال وبكل مكان والفرات الأوسط والديوانية والسماء والمثنى طيب يعني ما كواجه المقارنة كل القوى التي حكمت العراق منذ عام 2003 لحد الآن هذا متجنع لهم هذا واقع الحال حتى نصف واقع الحال حتى لا حتى لا واحد يطلع عنا يقول لها شنو الكلام ما مصحيح هذا يا هذا تجنبي ما أبدا متجني كل القوى الحاكمة ما فيها هذه الحكومة التي يدافع عنها وهذا هذا لغة نور المالكة طبعا ندعو إلى الدفاع عن النظام السياسي الذي يمتد بعروق إلى ثورة العشرين الكبرى كل القوى هذه انتماء هذا الخارج تنفذ أجندة خارجية إيرانية وهي تقول هكذا تقول نحن بما فيهم الحجد الشعبي يقولون ورئيس أركان حجد الشعبي راح لإيران أمام الناس وأمام العدسات قال نحن ننتظر من الخامن إلى وامر وليس من العراق ويقولون أن هذه القوى في الحجد الشعبي اللي هي تجمع ميليشياوي هي بأمرة القادر عن قوة المسلحة العراقية اللي هو رئيس الوزراء كيف يحدث هذا ويقولون بشكل واضح وعلني وبالإعلام يقولون نحن طوع أمر إيران وش يقول الإمام الخميني إحنا الإمام الخامني إحنا ننفذ هذا كذا يتحدثون بينما القوى التي قامت بثورة العشرين قوى لم تتصل بأي قوى بالخارج لم يدعمها أحد من الخارج قوى عراقية اعتمدت على نفسها على على انتمائها على عروبتها على عراقيتها على طربتها على هواها على مناخها على على بيئتها هذا هو واقع الحال ولم يصلها فلس واحد من الخارج ولم تصلها بندقية واحدة من الخارج وهذا في المقاومة أيضا المقاومة التي مقاومة الشريفة التي قاتلت الأمريكان بعد 2003 أيضا الوحيدة بين مقاومات الدنيا كلها لم يدعمها أحد واعتمدت على نفسها لا بالمال ولا بالسلاح وقاتلت لي وحدها هذا واقع الحال هذا ليس فيه كلام طائفي شيعي وسني ما لا علاقة هذا له علاقة بانت عراقي لو مو عراقي انت تريد تسحب من العراقين عراقيتكم وتكلم بلغة الطائفية لأنه أنا شيعي وأني سني وأبدا كل السنة وكل الشيعة وكل الأكراد وكل القوى هذه بالعملية السياسية لا يمثلون العراقين القوى التي خارجها القوى الشعبية نتحدث عنها نتحدث عن الشعب الشعب ما بيه ما بيه هذه التقسيمات الطائفية ورطوه في أوقات معينة وضغطوا عليه وما زلتم تضغطوه لكن من جر لكم ورواحة العشرين سنة لو كان الشعب العراق ينجر لكم لكان العراق وغير شكل مع ذلك القوى التي في العملية السياسية من عام 2003 لحدنا الحكومات المتعاقبة التي يسميها النظام السياسي كانت تخدم الأمريكي والبريطاني والإيراني وما زالت تخدمهم القوى التي قامت بثورة العشرين وفجرتها وعدتها وقدمت تضحيات وقفت ضد كل القوى الأجنبية وأولها بريطانيا ولا استعانت بيران ولا استعانت بغيرها ولا هم يحزنون هذا الفرق تريدون أنتوا تقولون شيعة وتفرقون الناس شيعة وسنة ما عادت هذه ما عادت مقبولة يعني كيف يمكن لعراقي عاقل وهم كلهم عقال ما شاء الله الحمد لله هذا الشعب كل عاقل لو لا عقل العراقين ولو لا صبرهم ولو لا ذكاءهم ولو لا رؤيتهم السديد لما بقي العراق ما جرى على العراق خلال 21 سنة لم يجري على بلد آخر لو جرى على أي بلد آخر لدمر هذا البلد لكن ما زال العراق يحاول ويتنفس بنصف ربع رئة لكن يتنفس ويستطيع أن يقف ويتحرك جسده لكي يقف وسيقف تريدون أن تثيرون كل هذه حتى تقولون نحن لا يمكن فالنظام دافعون عن النظام ليش يدافعون عن النظام ثم ثاني يشبيه هو النظام حتى يدافعون عنه ومن هم Förساكل المطلوب يدافعون عنه ويدافعوا عنه ليشون ما؟ ويجرب 얘ransige هذا النظام دعونا ويقف قدموا من تضحيات ودماء وقلونا بعدين تعالى من التحاسب دهنا ندافع عن هذا النظام من يدافع عن هذا النظام؟ ستصلون إلى حالة هذه الخطاباتكم كداس이 بالأقدام وهي الآن تداس بالأخدام لكن سيأتي الوقت قريبا سيقف كل الشعب ضدكم سيزيحكم بموجته الكبيرة لا الواقع الحال أنتم لا تنتمون لا للعراق ولا لثورته ولا لثوراته ولا لكل شيء ثورة العشرين ثورة عراقية باسلة نقية لا تشوهونها بأنظمتكم الفازدة وبعروقكم الفازدة وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير ولتقيكم في حلقة النخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم